تدخل هذه الأسرة لخدمة المرضى كجزء من الاستعدادات لمواجهة كورونا ولجعل أبرز مراكز العزل أكثر تأهيلاً وقوة ووفقاً لمسؤولية الصحة بالمحافظة فقد كانت المساهمة في توفير أماكن مناسبة لاستقبال الحالات هي أساس مواجهة المرض والتصدي له قبل أن يصبح واقعاً مريراً تعتبر هذه المبادرة كتحريك المياه الراكدة التي يحتاج لها مركز العزل داخل المستشفى القموري محوظة تعزل الذي يفتقر إلى التهثيثات من أنه ينشي حديثاً ونحن بحاجة إلى أكثر من هذه المليئة وكثر من مبادرة أو أكثر من جهة لتبني مركز العزل لأن هناك احتياجات كثيرة لمركز العزل الطاقة الطبية يحتاج إلى سكان إلى تغذية إلى التهثيث المركز يحتاج إلى تجهيزات هناك سبع أجهزة التنفذ الصناعي يحتاج إلى صيانة تهيير البنية التحديية للمركز عودة الازدهار إلى هذا المستشفى هي رد للجميل الذي قدمه لمئات الآلاف من المرضى الذين استعادوا عافيتهم فيه واستعادوا أملهم في الوقوف من جديد في هذا المكان بدأت أول معركة للأطباء مع أمراض صدر في اليمن قبل أكثر من خمسين عاماً وها هو اليوم يستعد لخوض مواجهة جديدة ضد خصم قديم غير اسمه وبدل أسلوبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر